في الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل الخائن تصل الأحداث إلى نفس النقطة التي بدأت منها في الحلقة الأولى حيث تأخذ الدكتورة أسيل زوجها سيف إلى بيت عماد ونورة بالدعاء أنهما مدوان على العشاء لكن سيف يفاجأ إذ يتضح له أن نورة وعماد لا يعلمان أصلا بمجيئهما فيشعر بالحرج الشديد أمامهما وخلال الوجبة تكشف الدكتورة أسيل ذلك السر الذي كان جاثما على صدرها إذ اضطرت على كتمانه طوال أيام بأن زوجها يخونها مع ابنتهما تيا وطبعا يقع الخبر كالساعقة على عماد ونورة وينتهب تيا غضب شديد وحقد كبير تجاه الدكتورة أسيل بسبب إحراجها لها أمام والديها بتلك الطريقة أما زوجها كل ما يهمه في الحوار الذي دار بينه وبين الدكتورة أسيل بعد خروجهما من بيت عماد ونورة هو منذ متى تعرف زوجته بذلك؟ ولماذا لم تخبره وأخرجته أمام عائلة عماد ونورة بتلك الطريقة؟ من إمتى بتعرفي؟ ولك هين تسأل؟ جاوبيني من إمتى بتعرفي؟ من يوم عيد ميلادك من لما لقيت تليفونك التاني اللي مخبيه بالسيارة شو؟ وليش ما حكيت لي أنا بالأول؟ بدون المسخرة والفضايح اللي عملت لي قدام الناس؟ ليش أنت حكيتني؟ لما صاحبت من سنتين؟ ولما أبعرف شو اللي صار معاك؟ قلت لي شي؟ جربت تكون صريح معي؟ ما كان فيني يقول؟ بعدين حترة وقلتلك؟ كنت رحت تمرقي ليها وتسامحيني يعني؟ حكيتك بكل وضوح قلت لك إذا بتعرفي وبتقلي أنك رح تتركها رح سامحك كرمال حياتنا وكرمال لبلنا وكرمال كل شي بيناتنا كانت فرصتك الوحيدة بس أنت ما استغلتها لا ضليت مصر أنك تكذب كنت عم تكسب وعينك منص عيني سديني مكان قصتي اللي صار كان أصبر عني هذا الحوار الذي دار بينهما لم يكن مقنعا بالنسبة لي أحسسته ضعيفا جدا ولم أحبذ وضع الزوج في ذلك المكان الذي تلام فيه وتأنب على ما فعلت بدل أن يشعر الزوج بالخز من نفسه بسبب ما فعله هو أنا أعسف عجب وتخبر الدكتور أسيل زوجها في ذلك الحوار أنه سيخسر كل شيء حتى شركته وأنها تعرف كل شيء عن وضع الشركة راح تخسر كل شيء راح تخسر كل شيء أنتي أصلا أنا أريدي خسران شركتك لا لا مصحيح تلعك بلا سالم قللي سالم مستحيل لكك شيء بلا سالم قللي كل شيء بعد ما نعم معي ثم يذهب السايف إلى سالم لمواجهته فيقول له سالم إنه لا يساوي شيئا بلا أسيل أنت بتغير من كل شيء أنا بمنك وأنت ما عندك يا إلي لا تشوف هذه الحكة مصبوطة لا عن أي سعادة عم تحكي عن أي قوة عم تحكي أنت ماشي أنت ما بتصوى شيء لو ما أسيل مرتك أنت كل الإشياء اللي عملها كلها سوا عملها لأنه أسيل مرتك من أكثر ما كان مؤثرا في نفسي عندما اتصلت نادين بوالدتها لتشكولها همها مع زوجها سالم فتجدها تشكولها والدتها همها مع أختها بسبب خلافاتها مع زوجها فتتراجع نادين عن رغبتها في الشكوى وتبقى وحيدة في حمل همها وعندما تصل البيت تلتقي بأسيل عند المدخل فتواجهها بفعلتها مع زوجها دعمت مني؟ اختار ببيتك وهلا بدك تخربي لي بيتك أنا كمان؟ بيت؟ لا تحكي على حالك نادين لا بيتك عن بيت ولا بيتك عن بيت بيت إخلاص ووفع وحب مو مجرد حيطان وسأفو شبابيك ومن أكثر ما أعجبني تلك الثقة التي دخلت بها الدكتورة أسيل إلى مكان عملها في المستشفى والكل من حولها يحدقون ويتربصون بها بنظراتهم فتفاجأ بأن مواعيدها كلها قد التغت الطلاق خيار أسيل هي طبيبة ناجحة قدمت الكثير في زواجها أكثر بكثير مما ينبغي وأكثر بكثير من زوجها سيف سيف أخذ منها كل شيء وكان يعاملها كأنه يحبها ويحترمها لكنه طمع بالأكثر وأحب مرأة أخرى أصغر منه بسنوات لأنه أحب ذلك الشعور بالعودة إلى الشباب واللحفة وبداية الحب ودون أن يكترث بمشاعر زوجته التي منحته أكثر مما يستحق ودون أن يؤنبه دميره بخيانته وكذبه على زوجته وعندما كشفت أسيل خيانته لم يشعر بالندم على فعلته ولا بتأني بالضمير بل شعر بالغضب والامتعاد منها ومن صديقه سالم وكان همه فقط ما فعلاه به لا ما فعله هو وعندما اندلعت الحرب بينهما بسبب الطلاق كان هو من يتهمها دون أدنى شعور بالخز من نفسه ويطعنها في مهنيتها وإنسانيتها كيف قدرت تتعملي هيك؟ عن شد أنا ما عم سدى كيف طوعك ضمير هيك؟ هاي الحملة كلها ملعوبة من واحد رخيص عم بيلعب لعبة رخيصة بالضبط مثل ألعبك علي كان فكرة اللي لبناء اتطلق بكل وضوحه صراحة بدون كل هذا الجنان اللي عملتي يا اللي عملتيها دكتورة أسيل ما ننسوي أبدا شو هاي؟ وحضرة بالأخلاق ولا عم تحاول تدايقني أكتر ولا عم تنتقم من اللي صار لا هاي ولا هاي أنا عم بقلك الحقيقة بس الحقيقة من واحد خاين كذب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة